طيب زي ما حضراتكم عارفين مصر، الأردن، أنتوني جوتريش، سكرتير العام للأم المتحدة هم من دعوا لهذا المؤتمر وضرورة الدعوة أو التجديد في الدعوة في هذا المؤتمر على ضرورة اطلاع إسرائيل بإيه؟ بمسؤوليتها تجاه قطاع غزة ده ناحية تجاه سائر الأراضي المحتلة كناحية أخرى ويمكن لو خدت هذا المؤتمر أنا بحب دايما ناخد الأمور من أولها ارجع لقمة القاهرة للسلام أو مؤتمر القاهرة للسلام واللي تعمل بعد العدوان اللي على غزة تاليا على عملية 7 أكتوبر طفان الأقصى القاهرة طول الوقت مستمرة في نسق شديد الوضوح وفي اتجاه مباشر وبمنتهى الإصرار ولن أسميه فقط التحدي هو إصرار وتحدي طيب إصرار على إيه؟ إصرار واحد على أنه لازم يتم وقف هذا العدوان إصرار اتنين وهما متوازيات بالمناسبة ما هيش جاية ورا بعضها وكأنها الخطوط المتوازية الإصرار التاني هو على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع وبالشكل الكافي بما يلبي احتياجات أهلين الفلسطينيين الإصرار التالت هو أنه لازم 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 نبدأ في مفاوضات حل الدولتين وبأي شكل ممكن بالأشكال بدأت القاهرة ده زي ما كنت بقول لكم في مؤتمر القاهرة للسلام زي ما حضراتكم أكيد متذكرين ثم فيما بعد ذلك القاهرة عمان والأم المتحدة أنتوني جوترش واللي زي ما حضرتك بده تتذكر أن احنا في مصر قدمنا له الدعوة تلات مرات تقريبا للذهاب إلى رفح تحديدا عند المعبر علشان يشوف ويرى بعينه بنفسه لا يكتفي فقط بالاستماع أو المشاهدة عبر الشاشات أنه يشوف بنفسه كم الجهد اللي بتبزله مصر لأجل القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة خلينا وإحنا بنتكلم النهاردة على هذا المؤتمر الهام ومن البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلينا نسمع تحديدا جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف شدد في كلامه على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام خد بالك يعني إيه؟ وقفا فوريا شاملا دي كده مفهومة مستدامة تفيد الاستمرارية أنا مش عايز أستبق أن عايزك تسمع فخامة الرئيس قال إيه؟ وهنرجع نتكلم حول كلمة الرئيس بقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس 10 يونيو 2024 وبالقرارة الأخرى ذات الصلة وتطالب بتنفذهم الكامل فأنها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح كافة الرهائن والمحتجزين على نحو الفوري والاحترام الكامل لما فرضاه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية أو موظيف الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع طيب أنا مبارح كنت بشرح لحضرتك السيناريوهات الأربعة اللي متاحة أمام إسرائيل أمام الكيان الصهيوني المحتل لأراضينا العربية بدأت لك بالسيناريو الأول أنه يلا بينا نعمل دولة واحدة وأنه لأنه إحنا فيه عندنا شعبين عايشين على نفس هذه الأرض وتقريبا المحاصصة 50% 50% دول تقريبا 37 مليون ودول برضو تقريبا 37 مليون وهذا أمر ترفضه إسرائيل شكلا وموضوعا ولن تذهب إليه بأي حال من الأحوال وعايز تعرف ليه إسرائيل خايفا من ده أولا لأنها دولة غير ديمقراطية على الإطلاق وشرحت لك مبارح شكل المجتمع الإسرائيلي عامل إزاي ولو أيم أصلا على التفاوت والتعامل الطبقي ولا توجد حقوق مواطنة حقيقية حتى ما بين المجتمع الإسرائيلي لو صح توصيفه بكلمة المجتمع الإسرائيلي ده من ناحية من ناحية تانية هم يعلمون جدا أنه الثقل الديمجرافي هيصب بعد شوية في صالح الفلسطينيين هي دي كده الأمور طيب وبالتالي هم عاوزين يبتعدوا عن حل الدولة الوحدة طيب هنذهب إلى إيه؟ قال لك والله إحنا ممكن نذهب إلى حل الدولتين الحكومة الحالية دي استحالة هتذهب بنا لحل الدولتين استحالة طيب نذهب إلى الأبرتايد طيب احنا بدأنا الأبرتايد من بدري إذن السيناريو الرابع دائما هو التطهير العرقي مصر عارفة أنه إسرائيل بتشتغل بكل ما أتيت من قوة لأجل مسألة المسح الكامل الشامل لفكرة أن هناك بني آدم فلسطيني تماما لو في إيد الإسرائيليين هيقتلوا أكتر من سبعة مليون فلسطيني فهو بيعمل إيه؟ بيعمل تطهير عرقي حقيقي وإبادة جماعية فعلا ما هيش هزار وليست لأجل الاستهلاك السياسي وليست استهلاكا إعلاميا وليست مجرد مصطلحا نستخدمه أمام محكمة العدل لا هي إسرائيل بتعمل كده فتصل بالشعب الفلسطيني ده في تصورها أنه استسلم تستسلم بقى أنك تموت تستسلم بأنك أنت تهجر طوعيا فتاخد القرار بأنك تسيب الأرض ثم في النهاية تستسلم أنك تبقى جزء صغير قليل متهض من دولة إسرائيل كبرى من نهر إلى بحر ده تصورهم مصر وعية جدا جدا لهذه الكارثة وبالتالي مصر بتعيد الدفة واشتغلت على كده بقوة لمسألة حل الدولتين لا أبرتايد ولا تطهير احنا هنرجع لحل الدولتين